فخامة الرئيس عقد اجتماع لمتابعة توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية هنا في مصر أي وحنا نقدر فخامة الرئيس وجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دوليا في العالم بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية هتيجي تقول لي طيب يا يوسف إزاي بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية هقولك لأنه بمنتهى البساطة الرئيس بصص لقدام إحنا هنتكلف النهاردة عشان ما نستوردش بكرة هنتكلف النهاردة علشان ما اتطرش يبقى عندي أزمة في إيجاد فرص عمل بكرة هتكلف النهاردة عشان نصدر بكرة ده بقى هيبقى إزاي يعني زي ما كان الرئيس بيتكلم ده من خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم هذه الخدمة كما وصفها الرئيس النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها من منظور إنساني وأخلاقي وديني حلو؟ طيب وكمان الأخذ في الاعتبار إمكانية تطوير المجمع الصناعي ده عشان يبقى خد بالك بقى من دي مركز إقليمي لتقديم هذه الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة شوف يوسف قال لك ايه؟ قال لك اقتصاد وتصدير واستيراد وخلق فرص عمل الرئيس قال المنظور الإنساني الأخلاقي الديني الرئيس بص عليها مش مجرد صناعي عادية الرئيس بص عليها باعتبرها ايه؟ خدمة للإنسانية في المنطقة على الأقل احترام وصون حقوق الإنسان على خلفية ما تعانيه المنطقة من أحداث للأسف عنف في بعض المناطق إرهاب في بعض المناطق الرئيس عاوز يعمل ده بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية للأطراف الصناعية وتقويم العظام إن أردت أن تستوعب جيدا منظور ولا واحد من الجمهورية الجديدة ارجع للخبر تاني ده المنظور بتاع مصر ده منظور مصر في قطار الجمهورية الجديدة إن احنا بنشتغل مش بس عشان الاقتصاد أنت كمان بتشتغل لأجل تقديم الخدمة الإنسانية التوافق مع المعيار الأخلاقي مع المبادئ العليا